رئيس السيسي يؤكد أهمية تكثيف العمل الدولي لإحتواء الأثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية الرئيس السيسي يوجه باستمرار الجهد المكثف للنهود بقطاع التعليم العالي رئيس الوزراء يؤكد على اهتمام الدولة البالغ بجذب الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة استقبل الرئيس عبد الفتح السيسي اليوم جازب بورل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار مسؤول المفوضية الأوروبية وأكد الرئيس السيسي أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر سواء من ناحية كونها الشريك التجاري الأول لمصر وكذلك في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط وتناول اللقاء مناقشة أخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أهمية تكثيف العمل الدولي لتلافي واحتواء الأثار الاقتصادية للأزمة على الاقتصاد العالمي والدول النامية خصيصا في ضوء التدعيات التي طالت أسواق الغذاء والطاقة والتموين على المستوى العالمي اكتمع الرئيس عبد الفتح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مالوزراء والدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واطلع الرئيس السيسي على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف لتطوير هذين القطاعين الحيويين وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية ووجه الرئيس السيسي باستمرار الجهد المكثف للنهود بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحث للجامعات والمعاهد المصرية وأكد الرئيس السيسي أن قضية التعليم تحظى باهتمام بالغ من الدولة وتعتبرها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وإعداده علميا وفقا للمعايير العالمية ذات الصلاة كما وجه الرئيس السيسي بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن في دوء ما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعليم والتدريب وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للمواطنين المصريين بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات وإعداد خارجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل إلى جانب زيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الصباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الممهورية اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة عدد من ملفات العمل وشدد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة البالغة بجذب الاستثمارات في هذا القطاع خاصة في مجال الطاقة النظيفة والنهوض بالخدمات التي يقدمها لكونه ركيزة رئيسية لمساعي تحقيق التنمية التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي المزيد في التقرير التالي التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق أول روبرت بريجر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع تنول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الأقليمي والدولي في الفترة الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وكذا سبل تعزيز العلاقات في مجالات الأمن والدفاع وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري مع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي مشيرا إلى توافق الرؤى حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة من جانبه أشار رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والدفاع مشيدا بما تفظله مصر من جهود للمشاركة في معالجة القضايا والمشكلات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية لما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة